كثفت أسواق المواشي والمسارخ في أنحاء المملكة استعداداتها لاستقبال الأضاحي مع اقتراب حلول عيد الأطحى المبارك وسط إجراءات وقائية وطبية استثنائية لهذا الموسم فيما بدأت البلديات والأمانات بتكثيف جولاتها الميدانية نتابع تشهد أسواق الماشية نشاطا شرائي ملحوظا وإقبالا متزايدا من المواطنين والمقيمين مع اقتراب حلول عيد الأطحى المبارك وسط إجراءات وقائية استثنائية من قبل المسالخ تشرف البلديات والأمانات على تطبيقها أمانة العاصمة المقدسة وفي إطار خططها الوقائية لهذا الموسم منحت المطابق الأهلية الحصول على التصريح إلكتروني من خلال موقعها فيما هابت البلديات والأمانات في مختلف محافظات ومناطق المملكات المواطنين والمقيمين بتجنب مواقع الذبح العشوائي والاعتماد على البسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية ولم ترسد أسواق الماشية في المملكة أي نقص في المعروض في أسواق الماشية بأنواعها ويحرص تجار المواشي ومربوها على استغلال الموسم لتحقيق دخل أكبر وفيما ارتفعت أسعار الماشية في مناطق متفرقة في المملكة تبعا لحركة البيع والشراء ونوع الماشية والطلب عليها قامت عدة بلديات بالإعلان عن أسعار الماشية في الأسواق والتي اختلفت حسب النوع والحجم كما يحرص المواطنون والمقيمون في المملكة على إحياء شعيرة الأضحية تقربا إلى الله عز وجل واقتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يحرصون كذلك على انتقاء أفضلها والمجزئة شرعا منها وفيما تفضل الأغلبية تولي شرائها من الأسواق مباشرة وذبحها في المسالخ يتوجه البعض للتعامل مع الجمعيات المرخصة وتوكيلها في عملية الشراء والذبح بعد سداد قيمتها إلكترونيا